التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتشو مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيها بدوي مع وزير الدولة بالخارجية المجارية بيتر سيداتاري عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها العمل الدولي متعدد الأطراف وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن المشاورات تناولت موضوعات منظومة الأمم المتحدة والتي من بينها جهود حفظي وبناء السلام وإصلاح مجلس الأمن الدولي فضلا عن موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي واستعرض مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا من الحدود المصرية فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين قال المندوب الدائم لدى دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الوقت قد حان ليتخل المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة وأن يضع حدا لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون محمية من أي تبعات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفي ثلاث رسائل متطابقة بعسبها مندوبها فلسطين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجامعية العامة للأمم المتحدة حتى منصور كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام وشيرا في هذا الصدد إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة قالت مصادر أوكرانية رسمية إن أربعة أشخاص على الأقل قتل في ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في ليفيف غرب أوكرانيا وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن تسعة أشخاص أصيبوا وأن عمال الإنقاذ يواصلون العمل في الموقع وأضفت أن القصف الصاروخي دمر الطابقين العلويين من جزئين في المبنى من جانبه تعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي برد الملموس في أعقاب الهجوم الصاروخي الليلي الذي شنه الجيش الروسي على مبنى سكني مشيرا إلى وقوع جرحة وقتلة انتقدت روسيا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول انتهاكات حقوق الأطفال مشيرة إلى أن عدم ذكرى أوكرانيا يعتبر قرارا سياسيا وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيليني بنزيا إن موضوع حماية الأطفال تم اختياره بشكل أو بهدف تشويه صورة روسيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل عضوية السويد في حلف شمال الأطلنطية الناتو وقال في اللقاء مع رئيس الوزراء السويد في واشنطن أكد بايدن أن السويد ستجعل التحالف أقوى ولديها نفس قيم الناتو معاربا عن تطلعه لحصولها للعضوية من جالمه قال الرئيس الوزراء السويدية أن بلاده والولايات المتحدة تتشاركان في العديد من الأولويات منذ فترة طويلة وهذا ينطبق على كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية لقيت 29 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك بعد خروج حافلة ركاب عن مصاريها وسقوطها في أحد أودية ولاية أوتاشكا الجنوبية وأعلنت الشرطة المكسيكية نقلت 19 مصابا إلى مستشفيات عدة في المنطقة وذلك لترقي الرعاية الطبية يأتي هذا فيما أعلن المدعي العام لولاية أوتاشكا فتحة حقيق في الحادث مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بحصول عطل ميكانيكي ترجمة نانسي قنقر